ما حكم أكل الطين والتراب والرمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد مسألة أكل التراب أو الطين أو الرمل في حد نفسه وليس من الطعام المعتاد فهو محرم أكل الطين والتراب والرمل لكن ورد في بعض الروايات من المأثور أنه من تناول قليل من تربة الإمام الحسين عليه السلام هذا مستثنى عن مسألة أو عن حكم أكل الطين قليل لغاية الاستشفاء هذا ورد في الروايات أما الحكم الأولي دون هذا المستثنى الحكم الأولي هو الأكل محرم أكل الطين والرمل أكل الطين والرمل أكل الطين والرمل